الأستاذة اللي بتسأل هل يمكن الاتصال بصديقتي وهي في الروضة لأدعو كأني معها هو أتناس يعني من حضرتك حضرتك لو قمت بالدعاء في مكانك بقلب خاشع قبل الدعاء على فكرة يعني سبنا الشيخ شعراوي رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله كان ليه معاني حلوة جدا من دقائق المعاني ومن فتحات رب العالمين عليه إنه لما تكلم في قضية الدعاء قال كلام جميل جدا فكرة الدعاء الحقيقة فيها مش مرتبطة بقضية الزمان وقضية المكان يعني لما جات الشريعة تتكلم عن أوقات معينة في الزمان الأوقات بيرجى فيها إجابة الدعاء وإنه يفضل الإنسان أنه يستثمرها فيقوم بالدعاء لله سبحانه وتعالى فيها لأنه أرجى في هذه الأوقات بالقبول ولما تيجي الشريعة تتكلم عن أماكن مقدسة معظمة في دين الله وإنه فيه نوع من الحس للمؤمنين على ضرورة استثمار وجوده في هذه البقاء الطاهرة بالاستكثار من الذكر والدعاء مش معنى كده إنه في غير هذه الأماكن الإنسان ما يدعوش الشريعة لما تكلمت عن أزمان وعن أماكن وبقى فيه نوع من التفضيل لبعض الأزمان والحس على الدعاء فيها والتفضيل لبعض الأماكن والحس على الدعاء فيها لأن حالة الإنسان في مثل هذه الأوقات والأزمنة الشريفة وحال الإنسان في مثل هذه البقاء الطاهرة بيكون في حال خشوع وتركيز وكأن دائرة الزمان أو هذا الوعاء الزماني بيعين الإنسان على الخشوع فلو خدنا مثل زي مثل الإنسان في جو في الليل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا لربه الحقيقة إنه في هذا السكون الشديد من الليل باعث في إنه يحرك في الإنسان وبتتدفق في قلب ووجدان الإنسان كثير من المعاني وبالتالي بيبقى عنده خشوع وعنده إحساس بالكلمة اللي بيقولها فده بيخلي الدعاء أسمع الإنسان عقب الصلاة اللي خشع ذلك الإنسان فيها وأداها على وجهها عقب الصلوات من الأوقات اللي بتجاب فيها الدعوات لي لأن برضو الحالة الإنسان فيها بتكون على وضع شريف عقب أداء عبادة بيكون يعني تارك شواغل الدنيا مقبل على الله سبحانه وتعالى فأرجى بالقبول كذلك لما بنقول إنسان يكسر من الدعاء حينما يكون في البقاع المطهرة زي مكة المكرمة وغيرها من الأماكن المقدسة وإنك تكسر من الدعاء لأن الحال الوعاء الزماني اللي أنت فيه بيحس يشجع الإنسان على مزيد من الخشوع لأن العبرة في الدعاء مش بكسرة ما يردد الإنسان فقط إنما العبرة في الدعاء إنك تكون حاسس الكلمة وإنك فعلا مستحضر عظمة الحق وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا أرجى بقبول دعائك إن الإنسان مش بيقول الكلام بقلب لاهن القلوب أوعي وبعضها أوعى من بعض فإنت فأدعو الله وأنت موقن بالإجابة أنت عندك حالة من الخشوع والخضوع والتزلل بين يد رب العالمين سبحانه وتعالى في يقين تام بأنك تقوم بالدعاء لله سبحانه وتعالى وهو الذي يفتح خزائن رحمته لمن شاء فإنت في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأماكن بتبقى أحوالك بتدفع بيك إلى الخشوع فبيكون الدعاء أرجى بالقبول فأعجبني هذا المعنى من كلام سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي دي كانت من فتوحات رب العالمين عليه وإنه الحقيقة هذا المعنى يخليني أرد على السائل الكريمة اللي بتقول إن صاحبتها لما بتبقى في الروضة الشريفة وتفتح لها سماعة التليفون عشان تتكلم هو دي أنا أعتبرها نوع من الاستئناس بوجودها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك يعني من تعلقنا ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان ادعي زي ما أنت عايزة لكن أنت برضو في مكانك إذا خشعت لرب العالمين وبقى عندك كده قلب واعن بالكلمات التي تخرج من فمك وأنت داعية شاكرة يعني تقومين بالسناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء هيجاب ليك أيضا وإنت إن شاء الله بفضل من الله وإنت في مكانك وحبيت إنك أنت برضو يعني تتكلم وهي معاك على التليفون عايزة يعني تتكلمي أو أن أنت تدعي لا ما أنا ما فيش أي مشكلة يا صاحبة السؤال لكن نبقى عارفين العبرة بقلب العبد حينما يخشع لربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين والخاشعات إن شاء الله